السباق محموم والمصل القاهر لكورونا ما زال تائها وسط تجارب المختبرات لكن الصدمة كانت بإعلان معهد جينر بجامعة أكسفورد أبرز المتصدرين للسباق أن نسبة نجاح تطوير اللقاح المنشود لن تتجاوز 50% وربما لن يكون هناك مدعاة إليه بالأساس لأن الفيروس يتلاشى على ما يبدو بسرعة في بريطانيا وعليه يتوقع أن لا تسفر تجربة مقبلة تضم عشرة آلاف متطوع عن نتائج واعدة يوضح الفريق المطور للقاح الحديث هنا عن لقاح يعرف باسم تشادوكس تم تطويره من فيروس غير مؤذن ثم جرى تعديله وراثيا حتى يحمل جزءا من فيروس كورونا قال مطور اللقاح إنه قادر على توليد استجابة مناعية قوية من جرعة واحدة وأظهرت نتائج تجاربه عمله بشكل جيد مع القردة التي تعرضت لكميات مكثفة من فيروس كورونا مما شجع الجامعة على بدء اختبار اللقاح على البشر في إبريل الماضي فعلقت الكثير من الدول آمالها عليه بعد إعلان الحكومة البريطانية إنتاج حوالي 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول سبتمبر الماضي قبل أن تتلاشى الآمال مع تصريحات جامعة أوكسفورد بأن نسبة النجاح تساوي نسبة الفشل في التوصل للقاح ومع ذلك يبقى كل شيء واردا ربما يختفي الفيروس بالفعل حتى قبل اكتشاف اللقاح فثمت علماء أخذوا تراجع شرسة كورونا في دول عدة كإشارة مهمة على أن الوباء سيختفي من تلقاء نفسه